قصة حرف الفاء وقف الخروف عند ضفة النهر ليشرب الماء فجذبته فراشة صفراء ترفرف في الفضاء وعندما نظر إليها سقط في الماء فطلب المساعدة منها فقالت له سأحضر من يساعدك فرأت عصفورا فقالت له لقد وقع الخروف في النهر هل تستطيع أن تنقذه من الناهر؟ فقال لها العصفور لا تقلقي أنا أسرع منك سأطلب المساعدة من الفيل الوفي فطلب من الفيل إنقاذ الخروف مد الفيل خرطومه وأنقذ الخروف وشكره الخروف على صنيعه مجموعة رواد الإبداع التربوي للخدمات التعليمية رواد التمييز والإبداع ترجمة نانسي قنقر